من جهة أخرى فدى مصدر أمنية بانفجار عبوة ناسفة على سيارة هامر التابعة لدورية مشتركة من جهاز مكافحة الإرهاب وقوات أمريكية كانت تقل مجموعة من الجنود المصدر أضحى أن الفيلق الهندسي الأمريكي المختص يراقب أوضاع سد الموصل في منطقة قريبة على موقع الهجوم ولفتن إلى أن انفجار العبوة وقع قرب قرية على الطريق الرابط بين ناحية ونواسد الموصل شمال المدينة على دورية مشتركة لجهاز مكافحة الإرهاب وقوات أمريكية وضف أن الانفجار أدى إلى الحاقي أضرار بالغة بسيارة لكنه لم يسفر عن أي إصابات أو وفيات في صفوف الجنود داخل العجلات